اشتركوا في القناة اي نوع برضه بمتوفر عندك بس المهم يكون طري وتقريبا الحجم كده التمرية دي كل كوبية بتاخد تلات تمرات واخر مكون معنا هو ديبس التمر ديبس التمر بقى متوفر في جميع السوبر ماركت هو طبعا عبارة عن طمر مركز بيدي طعم حلو او للمشروب ده لكن لو هو مش متوفر ممكن تحلل المشروب بعسل نحل اه او عسل اسود اللي هو ديبس قصب السكر لكن طبعا لو متوفر يكون افضل بيعزز طعم جدا وبيدي له طعم غني الا بقى نشوف الطريقة مع بعض انا دفت الحليب شوية عشان يسرع كده معي التمر يدوب فيه كمان شلت النوا من التمر وقطعته قطعة صغيرة عشان برضه يبقى اسرع يدوب في الحليب هنضيف كده لطمر وهنضيف كمان دبس الطمر هنحط لكل كوب 250 ميلي هنحط له نص معلقة صغيرة من دبس الطمر اني حاولي ما زودش اكتر من كده عشان هو حلو قوي فبيحل المشروب وكمان لو انت بتحب الحاجة مش حلوة قوي ممكن تقليلي كمان عن نص معلقة هنقلب كده مع بعض وبعدين هنسيب الحليب في مكان دافي يعني ممكن في المطبخ عادي لمدة تقريبا ساعة وبعدين نكمل الوصفة بعد مرور ساعة انا حطيته هنا في الخلاط وهبتدي اضربه طبعا عشان الحليب كان دافي فالطمر يداب فيه بسرعة هنشغل بقى الخلاط ونضربه كويس انا هستمر في ضرب الحليب بالطمر لمدة تقريبا دقيقة ودقيقة ونص لحد ما تأكد انه ده بكويس جدا وبعدين هنصفي هبتدي اصفيه بمصفة سلكي كده ديقة عشان لو في اي اشور اه ما تبقاش تضايقنا يا ناوه هنمنشغل نحط كده خلط كله وبالستاتيولا كده هحاول صفيه ومش هيطلع حاجات كتيرة لكن اي اشور يعني ممكن تضايق كده خلص صفيته ده بس اللي تلع منه هنحط بقى الحليب في التليجة لحد ما يبرد تماما قبل التقديم ونشوف هنقدمه زي مع بعض قدمت الحليب التمر بالشكل ده ممكن تزينيه برشة قرفة ممكن كمان تشابيه بجنب مكسرات زي يعني الجمل او اللوز كمان بيليق معاه قوي لكن انا بفضله كده يا سيدة طعم حلو ومغزي ومنعش يارب لوصل نهاردة تكون عجبتك وتجرى بيها وتقول لي ايه رأيك في التعليقات وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني واريت ما تنسينيش من لايك ومن تعليق حلو منك واشتراك لو انت جديدة في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته